السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة وصفانيت اليوم بإذن الله سنقوم بتحضير بريوش أو خبز بالنسبة للمقونات فكانت تحضرهم أمي من اللي كانت صغيرة يعني مقادير قديمة جدا نتمنى أنه ينال إعجابكم لأنه فعلا كيجي رائع كيجي هش كالقطن كما كتشوفوا قدامي يعني من أهش ما يكون وكالقطن فعلا كالقطن كيجي روعة إذا عجبتكم وصفة اليوم نتمنى أنكم تجربوها وما تبخلوش عليها بأي لايك وكذلك تعليقاتكم لكتشجعني في الاستمرار وإعطاء المزيد بإذن الله وإذا حبيت وصفاتي فالمرجو الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الوصفات كذلك اضغطوا على الجرس إذا أردتم التواصل بالجديد نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير وانتمنى أنكم تتابعوا معي الفيديو للآخر بالنسبة للمكونات فغد نحتاج بيضة واحدة بالنسبة لقشرة البيضة فغد نحتفظ بها لأننا غد نقس بها المكونات الأخرى إذا نحتاج بيضة مبلوءة من السكر وبيضة من الزيت ملعقة من خميرة الخبز والخميرة تبقى حسب الجو هنا يعدنا الحليب المركز الغير محلة لكن ندفيه من قبل في ماء مغلي يعني حليب يكون دافئ كيس من خميرة الحلويات بيكين باودر كيس السكر بنكهة الفانيلا بالنسبة لوزن الكيس الخميرة فهو 8 غرام وزن الكيس السكر 7 غرام ونصف وفي الأخير لدينا الدقيق حسب الخليط لا نعطيكم كمية الدقيقة المضبوطة لأن الدقيق يختلف من نوع لآخر وفيما يخص وزن علبة الحليب المكتف فهو 160 غرام أي علبة صغيرة وطبعا في الأخير لدينا تقريبا ملعقة صغيرة غير ممتلئة جيدا من الملح أو نصف ملعقة نمر لمراحل التحضير من بعد كنضيف بيضة كما شفتو كنناخد الملعقة وكننفتحو البيضة من الأعلى يعني خاصنا نحافظو على الشكل ديال البيضة نضيفوها إلى الملح على بركة الله إذا هنا كنناخدو قشرة ديال البيضة وكلقيسو بها السكر بالنسبة في الخبز إذا كنتو كتفضلو أن الخبز يكون حلو أكتر فممكن نضيفو ملعقة كبيرة إلى هذه البيضة يعني السكر يبقى حسب الضوء نفس الشيء ناخدو نفس قياس البيضة زيت من بعد نضيفوه علبة الحليبة المكتفة الدافئة ضروري أنها تكون دافئة باش يخمر لين الخبز لأنه فيه خميرة الخبز نضيف كيس سكر بنكهة الفانيلا نخلطو المكونات جيدا من بعد نضيفوه خميرة الخبز يعني الخميرة الفورية ثم نضيف كيس من خميرة الحلويات بيكين باودر بالنسبة لوزن الكيس فهو 8 غرام ونبدأو بإضافة الدقيق تدريجيا بالنسبة للدقيق فهو منخول أي مغربل نستمر دائما في التحريك بالملعقة بالأول سنحرك بالخلاط اليدوي من بعد سنكمل بالملعقة من اللي كوصل الخليط بهذا القوام نبدل ونستعمل الملعقة كما نشوفوه نستمر بإضافة الدقيق حتى تكون عندي عجينة متماسكة لا تكون عجينة صلبة وفي نفس الوقت لا تكون عجينة سائلة إذن اللي كتكون عندنا عجينة كما نشوفوه هذا هو القوام دي العجينة كتكون متماسكة في نفس الوقت ما كتكونش صلبة على بركة الله الآن كنناخد البلاستيك الغدائي كنغطي الصحن اللي فيها العجينة وكنخلوها جانبا حتى كتختامر وكيتضعف الحجم ديالها بالنسبة للمدة فتتبقى حسب حرارة الجو على بركة الله الآن كنناخد صفيحة فرن أو أي قالب ديال فرن هنا غد نوضع به زيت زيتون وغد نضحن القالب جيدا من الأسفل وكذلك من الجوانب باش ما تلتسقش لنا الخبزة أو البريوش في الفرن هنا كما كنلاحظو الضاعف حجم العجينة ثلاثة أضعاف بواسطة دقيق كنحاولو أننا نجمع هذا العجين إذا كما كنلاحظو في العجينة كتلتسق في اليد بعد الشيء على بركة الله كنقوم بتشكيل كورا من العجينة بسم الله كنناخد هنا الخبزة وكنناخد الميد لك أولا كنرشو السطح بالدقيق وكنبسطوها بحيث كتكون دائرية بحجم القالب اللي غادي تستعملوا حاولو أنكم تبسطوها رقيقة بعد الشيء لأنها بعد ما كتختامر وبعد ما كتدخل الفرن فكتضاعف الحجم ديالها تقريبا أربعة أضعاف بعد ما سرحنا العجينة كنناخدوا القالب وكنقيسوا الحجم ديالها إذن كنلاحظوا بأنه نفس الحجم على بركة الله كنوضعوها في القالب كنحاول أن نسرحها قليلا باليد من بعد كنناخدوا منديل أو بلاستيك غدائي كنغطيوا الفطيرة وكنخلوها جانبا حتى كتختامر وكتضاعف الحجم ديالها ثم الآن غادي نحتاج أصفر بيضة غادي نضيف لها ملعقة صغيرة من الحليب ونحرقوا جيدا إذن كما كنشوفوا هنا فالضاعف لنا حجم الفطيرة أو البريوش بسم الله كنناخدوا أصفر البيض وكندهنوا لوجه ديال البريوش جيدا من بعد هنا يا غادي نحتاجوا للسيم سيم أو الزنجلان على بركة الله كنناخدوا سكي اللي يكون سكي حاد وكنبدأوا نقطعوا في سطح الخبزة بهذا الشكل في الأول كنبدأوا نقطعوا على شكل مستطيلات على بركة الله الآن غادي نحاول أنني نقطعها بالعكس يعني ونشكلوا منها مربعات متساوية من بعد كنناخدوا زنجلان أو سيم سيم وكنوضعوه في وسط كل مربعة ممكن أنكم ترشوه بشكل عشوائي على كل الفطيرة أو كل البريوش من بعد كندخلوا البريوش إلى الفرن بالنسبة على درجة حرارة الفرن فضروري جدا أنها تكون درجة منخفضة باش ما يتحمرش لنا البريوش من الأعلى ويبقى لنا خضر أو نيئ من الداخل بالنسبة هنا فغادي ندخلها إلى فرن ساخن درجة الحرارة فتقريبا ندخلها على مئة وعشرون المدة حتى كنلاحظوا بأن البريوش تحمر من الأسفل من بعد كنشعلوا النار باش يتحمر من الأعلى إذا دخلتوا على نار عالية فتأكدوا أنه غادي تحمر من الخارج وغادي تبقى لكم عجينة من الداخل ولأن الكثير من الأخوات كي قلوا لي جربنا في وصفة سابقة يعني جربنا الخبز أو كذا وبقى لها عجينة من الداخل فهذا هو السبب يعني النار كتكون عالية في الفرن فبالتالي كيتحمر من الأعلى وكيبقى لنا عجينة من الداخل إذا متابعينا هذا هو شكل الفطيرة أو البريوش بعد ما خرجناه من الفرن كنأخذ الصحن على بركة الله إذا كنأخذ أي سكين رقيق أو أي أداة كنحاولوا بهذا الشكل كما كنشوفوا كننهز الفطيرة بعد ما كتبرت طبعا ضروري كنزولها بكل سهولة لأننا نذهلنا القلب من قبل إذا متابعينا هذه هي الفطيرة دينا نتمنى أنها تنال إعجابكم وأنكم تجربوها كما قلت لكم في الأول إذا حبيتوا أن الفطيرة يكون مدقها حلو يعني تكون فطيرة حلوة فغد نضيفوا ملعقة أخرى من السكر وإذا حبيتوا أن الفطيرة أو البريوش يكون طعم دياله طعم محايد فغد نستعملوا الكيمية اللي استعملنا كيجي رائع وهش جدا روعة وكيجي كلقطن بالفعل كلقطن يعني من أهش ما يكون إذن هنا يا غد نقطع لكم قطعة بشتوفوا الشكل دياله من الداخل كيجي روعة وكلقطن تماما إذا أجبتكم وصفة اليوم فما تبخلوش عليها بلايك تعليق أو ملاحظة كذلك إذا كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فتفضلوا بالاشتراك مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد إلى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة